بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلاً ومرحباً بكم على قناة STC مع كورس التطبيق العمل للتداول على منصة IQ Option عنوان محاضرة اليوم الفرق بين البايناري أوبشن والديجيتال أوبشن في التداول لو فتحنا أيقونة اختيار عملات التداول وعلى وجه التحديد الأوفشن هللاقي عندنا نوعين من الأوفشن الأول بايناري أوبشن والتاني ديجيتال أوبشن مبدئياً كده من حيث شكل وسلوك الشموع على المنصة لا يوجد اختلاف بينهما شكل وسلوك الشموع هي هي لأن السوق في كلاهما هو هو المنصة ما هي إلا أداة نقل وصورة مرئية لما يحدث في السوق وقراءة عملية لحركة الأسواق والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو وجه الخلاف بين البايناري أوبشن والديجيتال أوبشن بالرجوع إلى المنصة لقينا إن إحنا ممكن نحصر وجه الخلاف في أربع نقاط ولكن قبل ما نبدأ في استعراض أوجه الخلاف لو بصينا على وجهة المنصة اللي قدامنا دي هللاقي أزواج العملات البايناري أوبشن هللاقيها حوالي سبع أزواج من العملات بس عايزك تلاحظ نسبة الريح هنا كام في المية عشان لما نروح نبص على أزواج العملات في الديجيتال أوبشن هللاقي هناك موجود حوالي تمن أزواج بس خد بالك برضو من النسبة المقوية هتلاقي أنه يوجد اختلاف في نسبة الربح بين البايناري أوبشن والديجيتال أوبشن ودلوقتي تعالوا بينا نجاوب على السؤال من خلال التجربة العملية على منصات التدول لقينا وجود أربع اختلافات بين البايناري أوبشن وبين الديجيتال أوبشن الاختلاف الأول في زمن الصفقة زمن الصفقة في الديجيتال أوبشن بيكون محدد مسبقا من قبل المنصة بينما على البايناري أوبشن المتداول هو اللي بيحدد الزمن الذي يناسبه وده معناه أن الصفقة هي اللي بتتحدد ليه إمتى أدخل الصفقة هي اللي بتكون متحددة من الأول يعني بيكون محدد زمن الدخول في أوقات معينة ده في الديجيتال أوبشن ليس للمتداول أي حرية في اختيار أزمنة الدخول على عكس البايناري المتداول له الحرية الكاملة في تحديد زمن دخول الصفقة في أي وقت له حق الدخول في أي صفقة ما دام السوق مفتوح الأبواب وليس في أيام العطلة الرسمية وطبعا ده شيء إلى حد ما فيه تقييد للمتداول ولا نلجأ إليه إلا في حالات معينة محسوبة كويس جدا من قبل المتداول الاختلاف الثاني في مدة الصفقة مدة الصفقة في الديجيتال بتكون محددة مسبقا دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة بينما على البايناري الزمن مفتوح من واحد دقيقة حتى شهر على حسب اختيار المتداول إلى جانب الاختلاف السابق في زمن الصفقة كمان مدة الصفقة بتكون محددة من قبل المنصة في هذه الحالة وهي ثلاث اختيارات فقط لغير يأما دقيقة أو خمس دقائق أو ربع ساعة ولو دخل المتداول متأخر دقيقة أو اتنين مدة الخمس دقائق أو ربع ساعة يتحسب عليه من ضمن زمن الصفقة يعني لو الصفقة مدة 15 دقيقة والمتداول دخل متأخر 3 دقائق يتحسب له زمن الصفقة 12 دقيقة بس بعكس البايناري اللي بيحسب مدة الصفقة من لحظة دخولها وحتى انتهاءها بالمدة اللي حضرتك اخترتها من الأول الاختلاف الثالث عند اغلاق الصفقة في الديجيتال إذا اغلاقت الصفقة عند نفسه نقطة الدخول تحتسب خسارة على المتداول وبناء عليه يخسر المتداول مبلغ التداول الذي كان قد دخل به بينما في حالة البايناري إذا اغلاقت الصفقة عند نفسه نقطة الدخول تحتسب النتيجة عادل أي ليست مكسب وليست خسارة الاختلاف الرابع وهو وقت الخروج من الصفقة في حالة الديجيتال يمكن الخروج من الصفقة في أي وقت قبل النهاية في هذه الحالة تحتسب نسبة للمتداول من هذه الصفقة سواء ربح أو خسارة وفي هذه الحالة الديجيتال يشبه طريقة التداول به طريقة الفوريكس أما في حالة البايناري فإن الخروج من الصفقة قبل أن تنتهي تعتبر نتيجته خسارة خسارة على المتداول يخسر من خلاله كل مبلغ التداول الذي كان قد رصده في هذه الصفقة وبكده يبعشرنا إلى أهم أربع اختلافات بين الديجيتال أوبشن والبايناري أوبشن والمتداول له حرية الاختيار في اختيار أيهما في التداول بما يتناسب مع تحليله وبما يناسب طريقته واستراتيجيته وعلى وجه العموم ننصح المتداول بعدم الخروج من الصفقة قبل أن تنتهي حتى لو كانتها تنتهي بخسارة لأن أنت اللي اخترت وانت اللي حللت وانت اللي دخلت الصفقة بكامل إرادتك فلازم في النهاية يكون عندك تحمل للمسئولية وعدم التردد أثناء الصفقات وعدم الخروج من الصفقة قبل نهايتها لو ربحت يبقى الحمد لله ولو خسرت خليها تعلمك حاجة تعرف من خلالها أنت ليه خسرت اختار الصفقة اللي تناسب الزمن والتوقيت اللي يناسبك ويفضل في حالة تكون نماذج من نماذج الشموع اليابانية المعروفة بناء على تحليلاتك وبعد رسم الدعوم والمقاومات ومعرفة خطوط الاتجاه سواء العام منها والخاص وبذلك نكون قد انتهينا من محاضرة اليوم إلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة مع شرح أيقونة أخرى من أيقونات منصة أيكو أبشن لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وأياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الضير تنظر ناصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته